اهلا بحضراتكم من جديد كنا لسه على مدار الحلقة بنتكلم عن دراما رمضان والشركة المتحدة عاملة تنوع رائع في مسم رمضان اللي جاي لكن بر السباق الرمضاني كمان فيه يعني اهتمام كبير بالدراما خاصة كمان الموجودة على منصات الرقمية زي منصة واتشت ومؤخرا كان فيه مسلسل عامل حالة جميلة جدا ما بين الجمهور وهو مسلسل حالة خاصة هو فعلا عمل حالة خاصة عند الجمهور عند الشباب عند متابعين العمل الدرامي ده لانه كمان كان بيتكلم عن قضية زي قضية التوحد او فوبيا التلامس اللي كانت موجودة عند بطل المسلسل جنب ده وده بقى احنا بنتكلم على دعم لوجوه شبابية الناس حبيتها زي طاها الدسوقي الى جانب نجمة كبيرة زي غادة عادل العمل الدرامي ده حقق نجاح كبير جدا انا هتكلم عنه النهاردة وعن ايه اسباب نجاحه وازاي الجمهور الشباب بقى مهتم جدا كمان بالمنصات الرقمية بهذه السرعة خلوني ارحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الاساس محمد عبد الرحمن الكاتب الصحفي والناقد الفني اهلا بيك وصباح الشباب اهلا بيك صباح النور صباح الخير وانا بيك كل سنة وانت طيب خلينا نتكلم على الحالة الخاصة اللي هو فعلا عاملها مسلسل حالة خاصة وخصوصا زي ما ايه كانت الناس بتقولنا ان نجوم هذا المسلسل كلهم من النجوم الشباب وطبعا المسلسل عامل نجاح وإقبال جماهيري فاق التوقعات يعني عادة نعدة من المسلسلات او نعدة من الاعمال اللي بيبقى قايم على ابطال شباب ياخد وقته قبل ما يوصل للجمهور ممكن مثلا بعد نهايته الناس تبدأ تسمع عنه فيبدأوا يتفرجوا عليه لكن لا هو كان عامل مشاهدة حالية الناس كانت تفرج عليه اول باول خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي الجمهور اللي بيحب يعلى على المسلسلات بشكل تفصيلي كان موجود بشكل كبير اعتقد في عدة اسباب توفرت لده يعني معظم ما حضرك قلتي في المقدمة اولا موضوع جديد انه البطل يكون مصاب بالتوحد دي حاجة ما بتحصلش كتير كان فيه مسلسل قبل كده برضو المتحدة عملته بطولة ميان السيد ضمن حلقات اللي انا كان برضو البطل عندها تحهد كان برضو عامل جاسب انتباه لكن المراضي البطل في المسلسل التاني كانت عايزة تمثل او لست طالبة في الجامعة لكن المراضي لا احد بيتحدى وعايز يبقى محامي وعنده قصة مختلفة فطبعا الموضوع ده من الموضوعات اللي بتشد الانتباه الحاجة التانية الابطال القسط كان جيد جدا طهد سوقي عمل ارضية كبير عند الجمهور فوقت قصية يعني هو في الاخر 3 او 4 سنين بس المشوار الفني بتاعه لكن قدر ان هو يبقى يشيل مسؤولية المسلسل والتناجم بينه بنجد عادل وبقية الابطال ان المسلسل قدم اكتر من وجه جديد زي هاجر السراج وقام مجدي وغيرهم يعني يطاف الى ده معانا مخرج جديد عبد عزيز النجار هو اصلا سيناريس لكن ده اول عمل ليه هو شاب طارق بس شاب طارق كان موجود في جعفر العمدة فالقسط كله او الحالة كلها قدرت ان هي تجذب الانتباه لان كان فيها مصدقية عالية ده لا يعني ان العمل 100% اكيد دايما اي عمل فني ببعلمه لحظات كان معظمها متجهة لحتة بتاعة القضايا قضايا المحامين اللي هي يعني كان فوت القضايا تأكد وقت اكتر في الحل او تبقى اصعب شوية لكن اجمال العمل بشكل انت ما بتشوفش يا سيد محمد كناقة فني يعني انه ده بيكون تحدي يعني انا شايفة انه الشركة المتحدة بتخوض التحدي ده بقلب جامد بصراحة انه العمل يبقى معظم وجوه جديدة المخرج يعني ده تحدي اظن انه توجه كمان لانه في رمضان فيه مسلسل كمان مصار اجباري بطولة وجوه شابة يعني زي احمد داش زي عصام عمر فالتحدي ده شركات امتاك كتير وناس كتير وفنانين يشوفوا انه لا ده ريسك دي مخاطرة انت عشان فعلا تغيري في الشكل الدرامي اللي بيتقدم لازم يكون فيه فعلا جزء من المخاطرة وده ما بتتحملاش الا شركة قادرة انها تقدم انواع متعددة من المسلسلات يعني المنتج الفرد الزغير الشركة بيلعب على النجم كان زمان يقولك المسلسلة بتاع فلان بيبيع باسم النجم بيبيع باسم النجم لكن المتحدة عندها التنوع ده وبرضو فكرة ان المسلسلة بيتموجودة طول السنة فانا مش لازم استنى رمضان عشان خاطر بيطهد سوئي او باعسام عمر في بلطه كويس او بحاتم صلاح على باب العمارة لا انا اقدر ان انا من خلال برضو موضوع من منصات فرق انه ايه ده نموذج يعني لو كان المسلسل ده من 4-5 سنين كان هيبقى لازم يبقى 30 حلقه في رمضان فمستحيل تبيع بيطهد سوئي في رمضان وهو كان لسه شاب زوير لكن ممكن كمان سنة سنة ديه في رمضانه بنفس المتحدة عملت نوع من المستويات واتحت الفرصة اتحت الفرصة للشباب فنقدر نعمل ده على ووتش ايت اللي هو اصلا جمهوره شباب يقدر ان هو يتفرج في اي وقت المسلسلات بقى 30 حلقه وال45 حلقه او المسلسلات اللي هي المتتالية اللي نفع تتفرج عليها طبعا كان عندنا من انجح المسلسلات فتر اكيد صوت وصورة لحنان مطاوع يقدر ان هو يبقى موجود على الشاشة وبرضو اللي بيفوته يلاقيه برضو على ووتش ايت فبقت في دايرة دايرة متكاملة وبعد نقول بنا ان كمان حتى مسلسلات ريكت على ووتش ايت زي بلطو ريجعت وليفو بتتعرض على الشاشات فدعمل اتاحة الدراما للناس طول السنة يقدروا يتفرجوا في اي وقت مش زمان كان لو انت فاتك المسلسل ما تعرفش يعني استقدمنا التقنية الجديدة لها المنصات مع تعادل الشاشات في ان احنا نقدر نوفر الدراما طول الوقت لكن دا كله مش هينجح الا لما يكون فيه نص كويس وممثلين كويسين دا السؤال بقى هي الرهان هنا بيكون على النجوم او الوجوه الشابة ولا اكتر بيكون على القضايا اللي بيناقشها المسلسل على الورق اللي متقدم على الاختلاف التناول من خلال المخرج اللي اتنين طبعا يا أستاذة انه نعمل موضوع ونجيب ممثلين يليقوا عليه وده برضو كان من عيوب الدراما مصرية في مرحلة مقابل التنظيم اللي عملتها المتحدة تلاقي عمل حلو مكتوب حلو بس الممثل دا مش دوره او العكس ممثل شاطر بس العمل مش مكتوب كويس وهنفضل نجرب يعني ممكن دي يحصل بعد شوها نجيب ممثل شاب وياخد فرصة وما يوفقش لكن طول ما فيه انتاج مستمر طول ما فيه خطة فده بيعمل افراضات كويسة بيعمل نتائج كمان مفاجأة ممكن نلاقي واحد من الشباب اللي كانوا حوالين طهت سوئي في المسلسل دا بطل مرجاي وكان عاجبنا جدا في اول حلقة احمد امين هو طالع اللي بيدعم طهت سوئي في اول حلقة وبيقدمه للناس في المسلسل احمد امين نفسه مشواره كله سبع سنين كويس فده ده بيأكد على حاجة بنحاول احنا نقولها بس كأننا بنقولها يعني بالكرامة والعزة المصرية اللي جنية حقيقة احنا عندنا اكبر عدد ممكن من المواهب في كل وطن العربي وموهبة بتفرض نفسها كمان حتى لو كان عمرها الفني وصير لكن موهبة بتفرض نفسها بعض الناس على الفيسبوك اللي هم عندهم النظرة التشاومية وقال لك راح زمن الفني الجميل راح الجيل الحلو راح كنا احنا زمن بصراحة في الصحافة اول حاجة ندور عليها غياب مين ومين عن السباة الرمضاني هو غياب ما يحي الفكراني كان جايب وهو راجع برضو من مسلسلات المتحدة في أي حال الفكراني فيه جنب وبقى فيه شباب كتير لما تشوف عصام عمر واحد ما تداش مع بعض في مسلسل عارفك أنا براهن عليه من دلوقتي مصار إجباري في رمضان لها من أحسن المسلسلات في رمضان الاتنين عندهم قاعدة جمالية كويسة الجيل بتاعهم بيحبوهم إخراج ندين كان اسم يعني محترف في المجال الإخراج السليبية والتلفزيوني فهنشوف حاجة كويسة إن شاء الله طب على ذكر الحوار والمحتوى بتاع العمل مش بس أسامي المشاركين في العمل اللي أسماك بتتكلم عليه إحنا في مسلسل حالة خاصة الجمهورها بيتفرج وأنا تابعت دا كمان على السوشيال ميديا الناس تعد تتكلم طول الوقت على الشخصيات وقد إيه الشخصيات دي قريبة من الواقع على سبيل المثال زميلك اللي في الشركة مثلا اللي طول الوقت مثلا بيبص الغير وبيحقد الناس كتبت تتكلم على شخصيات معينة في المسلسل إلى أي مدى تشابه أو تقارب شخصيات العمل الدرامي مع الواقع بكل دور في نجاح العمل جماهريا كمان لما بيبقى العمل متأسس صح يعني مش اللي هو هذه بيزي برضو نجاب البطل شاب بفاهم مش اللي هو لا نشيل المشاهد اللي هي بتاعت مثلا حسن أبو الروس وقام مجد لا تلاقي كل الشخصيات وجد حقها فإحنا برضو كنا دابا بنقول يا جماعة الفيلم ده وقع علشان البطل شال لبعض الممثلين مشاهد فحسنا أن الشخصات مش مكتملة لا هنا فيه مسلسل بيتكتب وبعدين بيتسك ودي قاعدة الأولانية هنكتب وهنسك ومش هينفع يقولوا ده لا ده بلاش عشان ده البطل بيجير منه أو لا دوتو ده هيغطع الدوتو الأساسي بتاع المسلسل دي للأسف فيه عمال كتيرة جدا حتى لو عملت مشاهدة بتتنسي بسرعة عشان ده لكن لما إحنا كمان بقنا بنقيس النجاح بالكوميكس والميمزي فلما لاقي إني شخصية حسن أبو الروس في المسلسل طالع عليها تعليقات عم جميل عم جميل هو الموسيقر المعروف نبيل علي ماهر فلما يبقى حد ده تاني أو تالت عمل يمثله أصلا وينجح النجاح ده لا يبقى أنت فيه عين بتختار ما بتروحش كمان هنا النقطة ما بيروحش هو بيسكن للمحفوظات الخيارات السهلة أننا هروح طبعا مع كل الاحترام للطف اللبيب مثلا يعني طبعا أستاذنا وكل حاجة لا أنا ممكن ألاقي حد تاني يقدر يعمل الدور فده طبعا ده بيفرق بشكل كبير البعض بيقول أنه هو الاتجاه هذا يعني فرصة عطاء أو أن أنا أعمل مسلسلات كبيرة للشباب ده بيبقى علشان في فترة من الفترات النجم الأوحد هو اللي كان بياخد الميزانية الأكبر من المسلسل ده بيأثر بشكل كبير جدا على الصرف دلوقتي لا أنا بشغل على المسلسل بشكل متوازي وشكل بالعكس بركز أكتر في التفاصيل بعيدا عن النجم الواحد ده برضو من الأسباب اللي بتنجح الأعمال دي أولا التكلفة الانتجاه تنخفض وبدأ بيخليه حقق ربحة لأنه يعني بيقدر يعمل التوازن ما بين الدخل وما بين المصروف على الفيلم بس ده مش معناه أن احنا مش محتاجين مش هيبقى في نجم واحد لأ هيبقى في نجوم بالتأكيد ده موجود ده موجود بس زي ما قلنا كده أن التنظيم اللي عملته المتحدة لأخذ خمس سنين ده فكك صورة فضلة سابتة يمكن عشر أو خمستاشر سنة قبلها اللي هو مسلسلات رمضان خمس ست سبع تمن نجوم وخراس على كده هم بيتم الكتابة ليهم كمان اه طبعا هو من الأول الكتابة ليهم ومش مهم مين بقية الأبطال لقى فيش هم بس الحاجات دي كلها ده يعني أنا لسه مبارح تنبل إطلاق صور مسلسل رفاعي أو بيت رفاعي الأمير قرار أنا مبسوط أن الصور نازلة من الأول صور جامعية كويس مسلسل بابا جيه لأكرم حسني هنتشايف كل مين اللي معاه دي دي بقت حاجة مهمة جدا في الدعاية أن في يعني لا تقل من النجم أبدا إعلان مين اللي معاه في المسلسل لاكس الجمهور بقى عنده الوعي ده أنه أنا أنت لو طلعت معك وجوه جديدة ناس أول مرة تمثل ده بيحسب للنجم طبعا وبيدعم ده يعني شكي أقول بصريحة من بعد عاد الإمام أنا مقدرش أقول أن فيه مسلسل النجم يعني يعني أنه أنا بتقال عليه مسلسل لأنا هكش أتفرج بس عشان هو عاد الإمام يعني عاد الإمام كان أيا كان مين اللي معاه المسلسل بانجي بالضبط هو الإسم بس وبعد كده بالنسبة تتفرج فالدنيا بتتغير والجمهور كمان بقى يعني بقى في آيات وبقى فيه فيه جيل طالع ما يعرفش على فكه النجوم اللي منعاشتك بس شرسنة دي فبالنسبة له ممكن يبقى عارف طهد سوئي أكتر ما يبقى عارف يعني أنا من الحاجات اللي لفت انتباهها في حالة خاصة إنه تم الاستعانة ببعض شباب الإنفرونسا أو شباب الستاند أب كوميدي اللي هما من جيل طهد سوئي لما بتعمل ده أنت بتجذب جمهورهم هما اللي موجود على اليوتيوب بس عارفة جمهورية أو سعي ليه أولادنا عادينا على التكتوك وعادينا على اليوتيوب على طول طب خلاص ما انتجبت لهم نجومهم كثير ده فيه ناس بتهاجمه إلى حد بعيد برضه يعني ده بيحمل للتنين فيه ناس بتهاجم برضه الموضوع إن أنا أستعين ببعض الإنفرونسا لا ما وحسب التجايب ويعمل إيه لكن ده ما حصلش في حالة خاصة لأنهما تلوا في حالات بسيطة جدا وطلعين إن الدور مش طالع عشان يعمل دجة عشان يشير الفيديو فيه يعمل دعاية نحن نختم فقرتنا من غير ما نتكلم عن دراما رمضان والتنوع الوقت الحلو يعتم السرع التنوع في دراما رمضان اللي بتقدمه للمتحدة وعدد كبير من الأبطال والنجوم منهم بيشيلوا بطولة أعمال درامية لأول مرة زي إحمد العوضي منهم مجوه شابة زي ما كنا نتكلم على مصاري كباري وغيرها كتير من الأعمال توقعتك إيه لاستقبال الجمهور أولا أنا كصحفي مبسوط إنه لأول مرة من قبل 30 يوم وإحنا شايفين أسامل المسلسلة هنا كنا برضه في السنين اللي قبل كده بنقعد لحد الليلة رمضان مش عارفين من اللي نازل صح عشان يقولوا المعادة والسر والحاجات دي كله وكان رمضان بيبدأ مش عارفين المسلسل إمتى فطبعا ده شيء مريح جدا لليه الجمهور وللصحافة وللنجر ولليه العاملين في المسلسلة أكيد طبعا نهما عارفين من بدري زيادة مسلسلات للـ 15 حلقة بتأكد نجاح التجربة إنه لا يعني نصور حلقات أقل بدون التطويل فدي طبعا هي حاجة كويسة في أسماء غيبة بس زي ما قلنا هو مش مقصرة يعني محمد رمضان مش موجود يعني في أكثر من الإسم تاني مونة زاكي مش موجودة بس مش حصل حاجة يعني ما نداش نقول المسلم هيبقى متوسط لا لأنه نيلي كريم راجعة كوميدية العوضي بيتحدى نفسه السنة دي إنه موجود من جير ياسمين عبدالعزيز طبعا الحشاشين ده هيبقى في الختاة الوحد ده لسه هنشوف عليه ده هيبقى الجدل الأكبر عليه فهنفيه أعمال لخليف 15 مسلسل مع المنافسة اللي موجودة في الانتاجات الأخرى ده بيعمل حالة بيستفيد منها الدراما المصرية بشكل عام بالتأكيد وأكد إنه التنظيم ده رجعنا تاني نصدر الدراما يعني إحنا بديبقى فيه مسلسلات لنا كتير موجودة في المغرب وفي العراق إحنا مش عارفين هنا إنه هي اللي هنتفرج عليه هما بيتفرجوا عليه هناك فطبعا زيادة الانتاج مع التنوع ده بيفرق جدا شكرا أستاذ محمد عبد الرحمن الكاتب الصحفي والناقض الفني الزميل عزيز شكرا شرفتنا وكل سنة وانت طيب بتأكيد